سباح النور. سباح خيرا. دعوكم مش نحكيه على اه فيجرين على اول تقرير عالمي لاثر الكوارث على الزراعة. صحيح اه تكسحها ذا موضوع اهم اه برشا واول مرة يخرج. وتقرير مهم واذا خرجته لفاو. ومنظمة المتحدة الاغذية والزراعة خرجته البارح. لفاو تحت فن اه من حقا نقول بين الظفرين قدر مش وقت متحت فلات. اه توحي الذكرة متاع ستاش اكتوبر اللي هي اه اليوم العالمي الاغذية اللي هي اه 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 ذكرة بعث لفاو كانت نهار ستاش اكتوبر الف تسعمائة وخمس واربعين. اذكروا اللفاو اه وقع بعثها ملول كان مقارب تاح في الكيبك في كندا. ومن بعد حولت الرومة. وتخدم برشة على كل ما هو مقامة الفقر والام الغذائي. وديمومة الفلاحة. هذة بسفة عامة. عليش عملتها المقدمة خطر حتى في مبعد في اجريكسبريس. مش نحكيه على الماء. مش نحكيه على اللفاو. وحتى هدا غرين توا. للتقرير مش يحكي برشة على اه اثار الكوارث اه على الفلاحة. والتهم متاع يوم المحور. خطر هما كل عام يختاروا محور في يوم الاغذية العالمي. اسنان محور متاعه هو المياه هي الحياة. المياه هي الغداء. هذة دونك الكم مقدمة وهنا اه معنا تقرير مهم برشة. اللي خرجته لمنظمة المضحة الغذية والزراعة خرجته البارح. اه تقرير اسمه اثر الكوارث على الزراعة والامن الغذائي. وذي اول مرة يتعمل. التقرير قال اللي اه فما خسارة تقدر بتلاثة فاصل ثمانية تريليونات دولار امريكي من انتاج المحاصيل. نتاج فلاحي معناها والثروة الحيوانية في الثلاثين عام لاخرى. نوك رقم مهم برشة وكبير برشة. برشة كبيرة النساء. نوك ثلاثة فاصل ثمانية تريليون دولار امريكي. هذو اه اه اخسارة للقطاع الفلاحي وتربية اله والثروة الحيوانية بسبب الاحداث الكارثي الكوارث وهنا ما يعادل في المتوسط خسائر بقيمة مية وتلاثة وعشرين مليار دولار امريكي سنويا. وانا العالم في كل عام يخسر مية وتلاثة وعشرين مليار دولار من جورة الكوارث الطبيعية وهذا يمثل اه لما المية وتلاثة وعشرين مليار هذوما سنوين يمثلوا خمسة في المياه من يتش المحلي الاجمالي الزراعي اه العالمي السنوي. نوك رقم معناها اه يغني عن اي تعليق وهنا يقول لك زادة هالارقام هذي كانت تكون اكثر اذا كان حسبنا الخسائر في قطاعات الفرعية التربية الحياة المائية والسيد البحري والغابات. اي 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 موش محسوبين معنا ديجا وشوف الارقام قديه. ارقام كبيرة نعرف ان هذا التربية الحياة المائية قداش مرة جي كوارث حتى عنا مربين في تونس معنا يخسروا كل الاسماك اللي عندهم. مربينها في الكارش فلوتونت معناها في السنديق العائمة ولا اه انصح التعبير نوك اه اثر الكبير ورغم هذا مش محسوب اه في الدراسة ان شاء الله في دراسة حاجة بيها كان اول دراسة ان شاء الله في اه اكيد بيشتريقة تحيينها وخدمة عليها في العالم الكل وهنا هي التقرير يقول لك يزمنا نحسنوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالكوارث على جميع القطاعات الفرعية للزراعة فهذا يقول لك يزمنا نعملوه بصورة عاجلة مش يكون عن النظام بتاع بيانات يصلح بش يكون معناها باز ولا اساس بتاع اه بش ناخذو اجراءات اه اه تكون ناجعة وهنا المدير العام بتاع الافاو اه في معناه هو عمل تمهيد متاع التقرير قال اللي الفلاحة هي احد القطاعات اللي اكثر تأثر وعرضة المخاطر الكوارث اه على خاطر اه تعتمد برشا على الموارد الطبيعية وعلى ظروف المناخية هنا وقال زادة اللي هالا الكوارث المتكررة معناها باش في العالم الكل باش اه تنقص ومعناها والضر بالمكاسب اللي وقع تحقيقها في العالم الكل بالنسبة للامن الغذائي وديمومة القطاع الفلاحي والغذاء هنا هنعطيك بعض الارقام على المجموعات المنتجات اه اه هنا اللي يقول لك التقرير اللي الخسائر متعلقة بمجموعات المنتجات الفلاحية الرئيسية اه ماشى في اتجاه تصاعدي اه وصلت الخسائر مثلا في الحبوب اه معدل تسعة وستين مليون طن سنويا اه في الثلاثين عام الاخرى انو كرقم كبير برشا يقول لك نخسروا سنويا تسعة وستين مليون طن من الحبوب واحنا ما احواجنا للحبوب في العالم الكل اه مع ادايا للدول الكبرى في الانتاج وهنا يقول لك هزايا اللي في الحبوب بركة مناها يعادل انتاج فرنسا عام الفين وواحد وعشرين هزاي اللي يخسروا العالم اه سنويا بالنسبة للحبوب خسائر كبير هزايا بارش على لش قدتك تقرير مهم برشا فيه برشا ارقام يزا بنعرف كيش نقراوها في العالم الكل مش في دخل نقراوها ارقام وبينيات احنا سيحبش نحاول ونبسطوها ونفسروها اما اشنوه ينزم وشنوه ينزم كاستثمار وشنوه ينزمنا اه معنا نعملو للاه للحد من اثارتها غير مناخي والهالكوارث هادي والاة والتأقل معاه هنا يقول بعض مجموعة متاع الحبوب نرقاو مجموعة الخذر والغلال والسكر هم يقولوا الفواكه الغلة والخذرة ويت ومحاصيل السكر وهنا اللي المتوسط الخصائر المتاعها في 30 عام لاخرى هو 40 مليون طن سنويا نقرأي أرقام كبيرة برشا وهنا يقول لك هذوما للغلة والخذرة والسكر يخسروا كل العامل الرقم هذي الكبير برشا اللي هو يعادل الانتاج اليابان وفياتنام عام 2021 خسائر المتاع العالم توازي الانتاج في زبا يقرب هما هكا بشي يبسطوا وهنا نرقاوا اللي فهم اللحوم ومنتجات الالبان والبيض يخسروا متوسط سنوي بستاشن مليون طن من جرة الكوارثة الطبيعية وهنا يقول لك قد ما تنجو المكسيك والهند قد ما نجدتو المكسيك والهند عام 2021 دوك شوفوا ارقام كبيرة برشا هناك نشوفوا حسب الاقاليم التوزيع الجغرافي في العالم نرقاوا اللي اسيا اكثر منطقة معناها تأثرت بالخسائر معناها من جرة الكوارث خسائر اقتصادية كبيرة وهنا يقول لك افريقيا ووروبيا وامريكا عندهم ترتيب مماثل كما مع بعضهم وهذا الكل يقول لك تمثل خسائر في ايسيا مثلا اربعة في المياه من قيمة المضافة الزراعية ولكن في افريقيا اكثر تمثل ثمانية في المياه ارقام كبيرة برشا هناش يقول لك يقول لك هنا حتى التواتر نشوفوا الافريقون احنا ملاحظينه حتى في تونس شوفوا حتى تغير المناخ كيف هيش وسنوات الجافة كيف هيش ولات هنا يقول لك تواتر للحداث الكارثية هالكوارث هذه طبيعية تعدينها من مئة حدث سنوين سنوات السبعين من القرن الفارط الى اربعة مئة حدث سنوي في العالم الكل هذا نحكيه في العشرين سناء الاخرانين معناه في القرن واحدة وعشرين تضربت معناها الفريقونس التواتر متاع الكوارث التابعي تضرب في العربة وشنا في امور ويحنا وين ان نكملوا برقم مهم معطاوة يقول لك نعرف ونخنذكر ونحكيه ديما على التقرير هذي خرجته لفو خرجته البارع اثر الكوارث على الزراعة والامن الغذائي هنا يقول لك لسر في الريف حسب التقرير يقول لك اذا كان تصرف واحد دولار امريكي في الاجراءات الاستباقية يدخلوا رقم يصل يصل الى سبع دولارات امريكية في تجنب الخسائر الزراعية معنى يكي نصرف واحد دولار نربحوا سبع دولارات معنى سبع معنى نربحوا سبع مرات قد اللي نصرف هذي اه بسفة عامة باش نبسطوا دونك موضوع تقرير كامل تقرير كامل على الكوارث واحنا اتاوه في العالم فما مشاكل كبيرة ونشوفوا فيها بالنسبة حتى للمياه شوفوا روبا وميقولوا قاسي ومشكيف نحن مشكيمة شمال فريق وكيمة تونس من نظرة المياه ومن القلة متاع لمتار وهذا انشانا نحكي عليه وهذا هو اللي باش نحكي عليه في مرخزون السودود ويوم الأغذية العالمي اشتركوا في القناة